عصيد نعم للألعاب الفرنكفونية لا لكأس العرب كتب الصحفي جمال سطيفي في نقاشي بخصوص منافسات كأس العرب التي تحتضنها قطر خلص أحمد عصيد إلى أن كأس العرب سيفوز بها العجم في إشارة منه إلى دول شمال إفريقيا قد نتفق على أن هذه أول بطولة تنظم تحت لواء الفيفا تشمل نطاقا جغرافيا تسود فيه لغة واحدة وهي بطولة بدون مواعد ثابتة كما أن اعتراف الفيفا بها هو مؤقت من أجل منح قطر فرصة تجريب ملاعبها المنضيالية في ظل عدم تنظيم كأس القارات التي كانت تسبق كأس العالم لكن هل من حق عصيد وهو يدافع عن فكرته أن يمارس الاضطهاد على الآخر أو يقوم بالتنقص منه من خلال حديث عن أن العرب في إشارة منه إلى بلدان الجزيرة العربية يهتم بالألقاب وبثقافة داحس والغبراء وتقاليد الفخر والحماسة واستعراض الشجرات والأنساب والواجهات الزجاجية ولم يهتموا بإتقان فن الكراء ثم واصل الإعلامي جمال سطيفي كلامه بقوله ثم لماذا لا نسمع العصيد صوتا عندما يتم تنظيم الألعاب الفرنكفونية والتي يشارك فيها المغرب ويقتصر الحضور فيها على البلدان الناطقة بالفرنسية فهل كل المغاربة ناطقون بالفرنسية ولماذا لا يرتفع هذا الصوت عندما تنظم ألعاب الكومونولوت التي تشمل البلدان الناطقة بالإنجليزية ثم تزدواجية في الطرح وفي النقاش يختم جمال سطيفي كلامه قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي